اشتركوا في القناة الناس لرب العالمين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا ما أتى الله بقلب سليم وبعده فيا أيها السادة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد نواصل حديثنا في معاني آيات الصيام دون التركيز على تفاصيل الأحكام قال الله تعالى هذا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم لعلكم تشكرون فمن شهد منكم الشهر فليصمه حديثنا اليوم عن اليسر في شريعة الصيام فمن شهد منكم الشهر فليصمه من شهد معنا بن حضارة وليس من شاهد أي رأى بعينه والمشاهدة أو الشهود هنا عكسه السفر فمن شهد منكم الشهر فليصمه فليصمه اللام للأمر والأمر للوجوب فليصمه ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر يسقط وجوب الصوم على المريض عن المريض والمسافر فمن شروط الصيام شروط وجوب شروط وجوب الصيام الصحة والإقامة فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر أي عليه بقضاء صيامه في أيام أخر بعد أن يعود من السفر أو يزون عنه المرض أما السفر أما رخصة السفر فقيل أي من طرف الفقهاء أنها يشترط فيها شروط بأن يكون السفر مباحاً حلالاً وأن يسافر المسلم قبل طلوع الفجر قبل وجوب الصيام عليه وأن يكون سفره يصل مسافة القصر عند بعض الفقهاء وهو عند المالكية ثمانون كيلو متراً مسافة قصر الصلاة وأما المرض فإذا كان المريض يخشى على نفسه تأخر الشفاء أو زيادة المرض بفتوى الطبيب الثقة فلا هو أن يفطر ولا يصم ويقضي وأما إن خاف على نفسه الهلاك من ذلك المرض إذا صام فهنا يجب عليه الفطر لقوله تعالى وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا الآية من صورة النساء فمن كان مريضاً أو على سافر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وهذا بيت قصيدنا إنما شرع الله تعالى الرخصة هنا رخصة الفطر للمسافر والمريض تسهيلاً على المؤمنين واليسر والتيسير يبدو ويظهر في الإسلام في ثلاثة وجوه أولاً إن الشريعة الإسلامية في مجملها جاءت لتيسر على الإنسان وما جعل عليكم في الدين من حرج جاء الإسلام ليسر على الناس وفي رواية الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعت بالحنيفية السمحة فالإسلام من خصائصه اليسر ثانياً أن في الأحكام الشرعية ذاتها في التكاليف الشرعية في حد ذاتها تيسيراً فهي سهلة سهلة المتناول سهلة التنفيذ على الإنسان فخمس صلوات في اليوم لا تأخذ وقتاً كثيراً للإنسان وصيام شهر في العام وحج مرة في العمر كل هذه التكاليف وغيرها ليست شقة على الإنسان العادي قال الله تعالى يكلف الله نفساً إلا وسعها في صورة البقرة واستخرج العلماء من ذلك قاعدتهم القائلة لا تكليف إلا بمقدور والوجه الثالث للتيسير ويتجلى هنا في الصيام وهو الترخيص للمريض والمسافر بالفطرة مشروعية الرخص في الإسلام هي وجه من وجه التسير عند العجز عن إقامة التكاليف الشرعية لسبب طارئ كالمرض وغيره فمن عجز عن استعمال الماء توضى ومن عجز عن الصلاة عن الصلاة قائماً صلى قاعداً وهكذا ومنه العاجز عن الصيام لمرض أو يشق عليه الصيام لسفر رخص الله تعالى له أن يفتر ويقضي وإن لم يكن له أمن في الشفاء كمن هو مريض مرض مزمناً أعفنا الله وإياكم فقالوا يفدي وليس عليه القضاء يريد الله بكم الوسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة وتكبروا الله على ما هدكم لتكملوا العدة عدة الصيام أيام المعدودات فالتكليف الشرعي الذي ارتبط بوقت وجب التتام بالوقت ولعلكم تشكرون تكبروا الله على ما هدكم تكبروا الله تعالى شكراً على هدايته لكم للإسلام وللصيام بل وهدايته لكم للأخذ بالرخص ولعلكم تشكرون تشكرون الله تعالى على كل هذه النعم ومنها نعمة التيسير وما أعظم من نعمة في الإسلام وفقنا الله تعالى وإياكم لما يحب ويرضى وتقبل الله منا ومنكم وغفر لنا ولكم وسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر